دستوري خدية وتعوصي ملك لبدأ في بناء مزار مام رشان هذا المزار هو بتنفيذ المنظمة الإيزدية للتوثيق وبدعم من صندوق التراث العالمي هذا المشروع سيستمر تقريبا سنة لحين إكمال كل كافة أطراف المشروع التي سوف تتضمن بناء القبة على التراث العالمي على التراث التراثي بالإضافة إلى بناء قاعة كبيرة لإحياء المناسبات الدينية في هذا المزار كذلك تشجير منطقة المزار بالكامل كحديقة مع إقامة كافة المرافق الأخرى من مغاسل وإحتياجات كذلك وبناء على طلب أهالي الشنقال والشيوخ ورجال الدين سوف نقوم بحفر بير ارتوازي أو بير سوري لإحياء المي في هذه المنطقة بالإضافة إلى أن يكون بسبب وجود هذا المزار على قمة من الجبل بعيد عن المدينة سوف نوفر الكهرباء بطريقة الطاقة الشمسية أيضا في هذا المزار إن شاء الله وهذا جهود مباركة للإيزيدين جميعا للشنقالين بعد هذه الإبادة الجماعية التي حصلت لنا والتي راحض ضحيتها النفس والأرض اليوم هذا المشروع هو تأكيد من قبل منظمة الإيزيدية للتوثيق على إعادة إحياء الهوية الدينية والهوية الإيزيدية لأن مهما استطاع داعش أن يقوم بقتل وما عمله من جرائم وانتهاكات لكن نبقى على هذا الجبل ويبقى جبل الشنقال جبل الإيزيدين جميعا جبل الشنقالين جبل للناس اللي ضحوا وقدموا أرواحهم في سبيل بقاء الإيزيدي وبقاء هوية الإيزيدين ترجمة نانسي قنقر